السلام الرحيم. اعزائي طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. من حلقات منصة البث المباشر. مجدة الدراسات الاجتماعية. نكملين مع بعض يا حبيبي في دروس الوحدة التانية. خدنا في الحصة اللي فاتت على منصة البث الدرس الاول من الوحدة التانية اللي كان بعنوان جمال ارضنا. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض وهناخد الدرس التاني اللي بعنوان الطقس والمناخ. لكن قبل ما نبدأ في درسنا طبعا نتعودنا ان احنا نعرف الاهداف المرجوة تحققها او المرجو تحققها من درسنا. تعالوا نتعرف على اهداف درسنا مع بعض. ان شاء الله في نهاية الدرس هنكون قادرين على ان احنا نحدد اوجه التشابه بين او الاختلاف بين الطقس والمناخ. يمان هنحدد بعض ادوات قياس عناصر الطقس. وهنسجل احوال الطقس في المحافظة كل واحد فين هيقدر يسجل احوال الطقس في محافظته خلال فترة زمنية محددة. على بركة الله نبدأ مع بعض درسنا الطقس والمناخ. وفقرة لنا تفاعل معا. عارفين ان فقرة لنا تفاعل معا بتبدأ بسؤال عام هنجاوب عليه اثناء شرحنا للدرس. وسؤال النهاردة سؤال بيقول ما الفرق بين الطقس والمناخ? وكيف نقيص عناصر الطقس والمناخ المختلفة? ده هيكون موضوع درسنا النهاردة هنعرف يعني ايه الفرق بين الطقس وبين المناخ? وازاي نقدر نقيص عناصر الطقس والمناخ المختلفة? سؤال بيقول هل تستطيع التعرف على درجة الحرارة اليوم? يعني لو انا سألت حد منكو يا حبابي. قلت له انت تعرف درجة حرارة الجو النهاردة كانت كام? او درجة الحرارة كام النهاردة? كلنا ببساطة هنبص على اسهل حاجة موجودة ومتوفرة في ادينا دلوقتي ان احنا نطلع الموبايل ونشوف تطبيقات موجودة على التليفون بيجيب لنا درجات الحرارة وبيجيب لنا احوال الطقس. لكن ايه هو الطقس? وايه هو المناخ? وناس كمان تقدر تقول انا اقدر ابحس على جوجل واكتب احوال الطقس او الطقس اليوم زي ما هو ظاهر قدامنا كده ويجيب لنا درجة الحرارة وهل الجو مشمس ولا في امطار ورياح ولا ما فيش رياح كل ده بنقدر نعرفه من خلال الانترنت او وسائل تانية زي مسلا ان احنا نستمع للنشرة الجوية. تعال نشوف لو احنا هنسمع النشرة الجوية يا حبيبي. يا ترى ايه الكام اللي ممكن يتقال في النشرة الجوية? من خلال متابعتنا للنشرة الجوية. قال خبير الارصاد يشهد الطقس غدا انخفاض في درجات الحرارة وهجوب رياح شديدة دون سقوط انطار. لذا ينصح بارتداء الملابث الثقيلة وعدم القيادة بسرعة شديدة. يبقى احنا شفنا ده النص اللي قاله خبير الارصاد. مين خبير الارصاد ده الشخص المسؤول عن انه يعرفنا عن حالة الجو. عن حالة الجو. ويقول لنا حالة الجو من حيث الحرارة درجات الحرارة ومن حيث فيه رياح ولا لا? وهل فيه امطار ولا مفيش? زي ما ظاهر قدامنا. قال لنا انخفاض في درجات الحرارة هبوب رياح شديدة فيه رياح شديدة وما فيش او دون سقوط امطار او امطار قليلة. طيب و لما خلص كمان اللي قاله راح نصحنا وقال لذا ينصح بارتداء الملابث الثقيلة وعدم القيادة بسرعة شديدة. لو لاحظنا في كلام خبير الارصاد ان نستخدم كلمتين الطاقس والمناخ عند وصفه لحالة الجو. طيب ايه الفرق ما بين الطاقس وبين المناخ? تعالوا مع بعض نتعرف على الفرق ما بين مفهوم الطاقس ومفهوم المناخ. وصف الطاقس والمناخ. لو انا هتكلم عن الطاقس والمناخ واحاول اوصفهم. عايز اوصف الطاقس والمناخ. اتكلم عنهم ازاي? او اقول ايه? هقول هو وصف حالة الجو. يبقى انا ممكن اوصف الطاقس والمناخ اقول هو وصف حالة الجو. ابقى هوصف ايه في حالة الجو? تمام درجات الحرارة من حيث الحرارة. وفيه رياح ولا مفيش? والرياح. وهل فيه سقوط امطار ام لا? يبقى هوصف حالة الجو. من حيث ثلاثة عناصر رئيسية. الحرارة والرياح والامطار. يبقى انا هوصف المناخ او الطاقس. واقول ان انا اقول ان دول هو وصف حالة الجو من حيث الحرارة والرياح والامطار. طيب احنا كده ما فرقناش ما بين الطاقس والمناخ. الاتنين نفس التعريف لكن بيختلفوا في الفترة الزمنية. يعني لو جينا نشوف الطاقس هيقول لنا ان الطاقس ده فترة زمانية قصيرة. يوم او اسبوع او شهر. يبقى انا بتكلم عن الطاقس. زي مثلا اقول اليوم شديد الحرارة. غدا احتمال سقوط امطار. بعد غد او الاسبوع القادم تتوقع هبوب رياح شديدة. يبقى انا بتكلم كده عن فترة زمانية قصيرة. قد ايه الفترة? ممكن تكون يوم او خلال اسبوع او شهرة. ده كده يبقى انا بوصف حالة الجو من حيث الحرارة او الرياح او الامطار لفترة زمنية قصيرة يوم او اسبوع او شهر. ده تعريف الطاقس. طيب المناخ. نفس الكلام بس بزود الفترة. ازاي بوصف حالة الجو من حيث الحرارة والرياح والامطار لكن في فترة زمنية طويلة. ممكن تكون فصل او سنة. ازاي فصل او سنة? يعني اقول مثلا الشتاء هذا العام شديد البرودة. طيب هي والشتاء. بيبقى مدته ايه? او الفترة بتاعته ايه? تبقى حوالي ثلاث شهور. يبقى انا بتكلم كده عن فترة زمنية طويلة. ممكن اقول مثلا هذا العام ارتفاع في درجات الحرارة. انا اتكلمت عن عام طويل او سنة. اتكلمت عن فترة زمنية طويلة. يبقى هنا بوصف حالة المناخ. يبقى انا عرفت دلوقتي الفرق ما بين الطاقس وما بين المناخ. ان الاتنين متشابهين في انهم بيوصفوا حالة الجو من حيث الحرارة والرياح والامطار. الفرق بينتهم ان الطاقس بيوصف الحالة دي في فترة زمنية قصيرة. يوم او اسبوع او شهر. لكن المناخ بيوصف حالة الجو في فترة زمنية طويلة. فصل او سنة. يبقى احنا دلوقتي قدرنا نوصف الطاقس ونوصف المناخ. طيب. عالوا نوصف الطاقس بشكل ادق. لو احنا بصينا من الشباك بتاع قدرنا واحنا قاعدين في البيت. وعايزين نوصف حالة الجو. ممكن افتح الشباك واقول مثلا. الله ده الجو شمس يبقى ومش مس. لأ تبقى اجي في يوم تاني الاقي مثلا غيوم وسحب وحاجات موجودة اقول الجو ملبت بالغيوم. ممكن كمان اقول ده ممطر الجو فيه مطر. يبقى انا لما هوصف او بص على حالة الجو من الشباك او من نافذة عندي في البيت. يا اما هلاقي الجو مش مس او ملبت بالغيوم. الاقي غيوم كده. يا اما الجو ممطر. اللي انا بوصفه ده حالة الجو في يوم. حالة الجو في يوم. انا بوصف حالة الجو في يوم. فترة زمنية قصيرة. يبقى ده التقس. وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة. من حيث الرياح. ودرجات الحرارة. والامطار. طيب. لما اشوف حالة الجو. واشو اعرفها مني التلاتة اللي قدام مثلا مش مس او ملبت بالغيوم او ممطر. ايه اللي هيتغير عندي في الترتيبات بتاعتي. هعمل ايه. طيب انا لو عرفت ان الجو مش مس وجميل. اه بذا اخد قراراتي. اه ده الجو مناسب للسفر. ده جو جميل. الجو ممتع. قلبس ملابس خفيفة شوية. طيب ملبت بالغيوم او احتمال سجوط امطار او فيه رياح شديدة. لا ده ده جو غير مناسب للسفر. او ممكن لو هسافر او اتحرك من مكان لمكان. ممشيش بسرعة عالية. يبقى انا لما بعرف حالة الجو او حالة الجو فترة زمنية قصيرة او اعرف حالة الطاكس. بداه يبقى انا كده ابدأ اتخذ قراراتي اليومية. زي ان انا اسافر او لا اه اغير ملابس بتاعتي على حسب حالة الجو. طيب هو الطاكس بيوصف حالة الجو فترة زمنية قلناه? انها فترة زمنية طوية او قصيرة. ممكن تكون يوم او اسبوع او شهر. لا ده كمان انه ممكن الطاكس يتغير من يوم لاخر. يعني يكون الجو النهاردة مشمس. غدا انا لقيه فيه ملبت بالغيوم او فيه امطار. زي ما حصل معنا في الاسابيع اللي فاتت. كان فيها ايام الجو فيها مشمس وجميل. وفيها ايام كمان كان فيها امطار وكان فيها غيوم. يبقى احنا كده كده الطاكس بيتغير من يوم لاخر. بل ده ممكن يتغير في اليوم نفسه او في اليوم الواحد اكتر من مرة. يعني وقت الاقي فيه الجو مشمس وجميل. وقت تاني في نفس اليوم الاقي فيه ممطر او او بعض الامطار او الاقي فيه غيوم. يبقى الجو او حالة الجو بتتغير في فترات زمنية قصيرة. يبقى انا هنا هتكلم عن الطاكس. هتكلم عن الطاكس. يبقى الطاكس يا حبيبي هو وصف حالة الجو من حيث الحرارة والرياح والامطار في فترة زمنية قصيرة. قد تكون يوم او اسبوع او شهر. ده وصف الطاكس. وعرفنا اننا لما اصف الطاكس ببدأ اشوف القرارات بتاعتي اليومية. ايه القرارات اليومية؟ اشوف الملابس المناسبة للطاكس بتاعي. لو كانت درجات الحرارة منخفضة ابدأ البس ملابس سقيلة عشان تدفيني. لو كان في امطار او غيوم او رياح وانا بتحرك من مكان لمكان اراعي ان انا ما امشيش بسرعات عالية. يبقى انا عرفت دلوقتي اهمية دراسة الطاكس كمان انه بيساعدني على اتخاذ القرارات اليومية من حيث الملابس التي نرتديها نوع الملابس. بيوصف لي او بيحدد لنوع الملابس التي ارتديها. وكمان بيضمني سلامة السفر. سلامة السفر من مكان لمكان. لما اعرف حالة الجو. يبقى انا كده بحاول اضمن سلامة السفر في الطريق. اعرف ان الطريق بتاعي اه الطريق جو مشمس وجميل يساعد على السفر. فخلاص انا مطمئن. طيب فيه انطار او في الجو ملبت بالغيوم. فانا كده ببدأ اخد حذري. وامشي بسرعات ممشيش بسرعات عالية. يبقى ده الطاكس بيساعدني على اتخاذ القرارات اليومية. طيب لو جينا نتكلم عن المناخ. لما جينا نتكلم عن المناخ قلنا ان هو وصف حالة الجو لفترة زمنية طويلة. وقلنا وصف حالة الجو لفترة زمنية طويلة اللي هي ممكن تكون فصل او سنة. فصل زي مثلا فصل الصيف او الشتاء او الربيع او الخريف. ده فصل. الفصل بيتكون من ثلاث شهور عبارة عن ثلاث شهور مع بعض. ده فصل. طيب لما نيجي نوصر بقى مناخ مصر بالنسبة لقارة افريقيا او مقارنة بقارة افريقيا. عرفنا مع بعض في الوحدة الاولى يا حبيبي ان مصر جزء من قارة افريقيا. وقارة افريقيا من قارات العالم القديم. نفتكر احنا كمان بنرجع على الوحدة الاولى مع بعضها. وادي مصر متحددة قدامي على خريطة افريقيا. اهي. ايه المربع او المستطيل اللي معمول قدامي ده. مصر موجودة في شرقن الشمال الشرق من قارة افريقيا. طيب. لو عايز افهم اللي موجودة على الخريطة بتاعتي دي. ابدأ ابص على ايه. تمام. ابدأ ابص على الالوان ومدلولها. مدلولات الالوان دي اخدناها فين? شطر يا حبيبي اخدناها في مفتاح الخريطة. اللون البني ده. الموجود على الخريطة هنا اللي مصر موجودة فيه. ده بيدل على ايه? اروح ابص على مفتاح الخريطة. هنا ده اللون ده معناها الاقليم الصحراوي. وعندنا كمان لون اهو. وعندنا لون اخدر. دي الوان موجود لها المدلولات بتاعتها في مفتاح الخريطة. يبقى احنا عرفنا ازاي افهم او اعرف الالوان على الخريطة? ان انا ابص على مفتاح الخريطة زي ما اخدنا مع بعض في الدرس الاول في منهاجنا السنة دي. طيب تعالوا نرجع لدرسنا. نوصف مناخ مصر مقارنة بكارت افريقيا. لما اجا اتكلم عن مناخ مصر. المناخ قلنا هو وصفة حالة الجو. حيث الحرارة الرياح الانطار لفترات زمنية طويلة. فترة طويلة من الزمن. فصل او سنة. طيب نوصف المناخ ازاي? هنقول ان مصر تقع في الاقليم الصحراوي. الاقليم الصحراوي. طيب الاقليم الصحراوي ده مواصفاته ايه? تعالوا نشوف. يسود المناخ الصحراوي الحار في معظم الاراضي المصرية? موجود في معظم الاراضي المصرية. المناخ الصحراوي الحار. بيبقى عامل ازاي الجو في الاقليم الصحراوي ده او المنطقة الاقليم الصحراوي اللي زي دي كده اللي موجودة فيه الركن الشمالي من افريقيا طيب قالك ده جو معتدل وممطر في الشتاء بيبقى معتدل ميل للدفء شوية في الشتاء وحار جاف في الصيف وبيبقى حار الحرارة مرتفعة شوية وجاف يعني مفهوش امطار في فصل الصيف يبقى ده اسمه المناخ الصحراوي الحار او الاقليم الصحراوي الحار طيب هي كل مصر موجودة في المناخ الصحراوي الحار لأ هو فيه اجزاء من مصر اللي هي القريبة من البحر المتوسط حتى هللاحظيني اللون بتاعها متغير شوية ده اسمه اقليم البحر المتوسط اقليم البحر المتوسط عندنا في المفتاحة في مفتاحة الخريطة اللون بتاعه او اللون اللي موجود فوق ده يبقى انا عرفت ان معظم مساحة مصر او كل مصر تقريبا يسودها المناخ الصحراوي الحار طيب ايه مواصفات المناخ الصحراوي الحار بيبقى معتادل وممطر في الشتاء وحار جاف في الصيف حار يعني بقى ضرق الحرارة شديدة شوية في الصيف وجاف يعني ما فيهوش امطار يبقى احنا دلوقتي وصفنا حق مناخ مصر مقارنة بافريقيا او بالنسبة لقارة افريقيا تبتعالوا نشوف بعض الدول الاخرى من قارة افريقيا تاني الدول اللي هنشوفها مع بعض على الخريطة هي دولة سيراليون اهي ادي دولة سيراليون اللي معمول عليها الديرة قدامنا اهي طيب اللون اللي موجود في دولة سيراليون هو اللون الاخضر طيب تعالوا نشوف مدلول اللون الاخضر على الخريطة هنا بيقول ايه اه اللون الاخضر هنا هو الاقليم الاستوائي يبقى دايب لت سيراليون دي موجودة في الاقليم الاستوائي طيب ايه مواصفات الاقليم الاستوائي قالك ان الاقليم الاستوائي ده حار ومنطر طوال العام يبقى في دول السيرليون عندهم حر طول السنة وعندهم أمطار طول السنة ده الاسمه الإقليم الاستوائي طيب نشوف دولة كمان نقارنها بمناخ مصر احنا كده قارننا دول السيرليون بمناخ مصر وقلنا أن مصر في الإقليم الصحراوي الجاف أو الحار وقلنا أن الإقليم ده مواصفته ايه بيتماز أنه معتادل في الشتاء وأمطار متوسطة وقليلة طيب في الصيف حار جاف درجة حرارة شديدة شوية أو مرتفعة شوية وجاف يعني مفهوش أمطار في الصيف لكن المناخ الاستوائي المناخ الاستوائي زي دول السيرليون كده بيتميز النحار وممطر طوال العام عندهم مطر طول العام وعندهم طول العام الحرارة مرتفعة نكمل ونشوف دولة تانية تاني دولة هنشوفها على خريطة افريقيا هي دولة ملاوي ايه دي دولة ملاوي هاي موجودة فيه الركن الجنوبي في افريقيا هاي اللي انا عمنا معمول عليها الدائرة قدامي دي واللون اللي فيها هو اللون اللي قدامنا دا تانيشوف معناه ده بيقول لنا اللي هو الاقليم المداري الحار الاقليم المداري الحار اقليم المداري الحار ده ايه مواصفاته ده بيبقى دافئ وممطر بشكل عام في الصيف الجو عندهم دافئ في فصل الصيف وعندهم المطر كمان في فصل الصيف ده مختلفين عندنا احنا عندنا احتمال سقوط الامطار بيبقى في الشتاء لا ده المداري الحار ده كمان بيبقى عندهم الجو بيبقى دافئ وممطر في فصل الصيف وبيبقى بارد في الشتاء وجاف جاف يعني يعني ما عندهمش امطار عكسنا احنا عندنا الامطار بتبقى في الشتاء لكن الجو في الشتاء عندنا بيبقى شوية معتدل ما هي اللي تدفئ شوية يبقى احنا عارفنا دلوقتي وقررنا وصف مناخ مصر وقررناه ببعض الدول في افريقيا قلنا ان مصر موجودة زي ما قدامنا على الخريطة اللهم بتاع في الاقليم الصحراوي وعرفنا مواصفات الاقليم الصحراوي وان ان هو بيبقى جاف حار في الصيف وكمان بيبقى معتدل ممطر في الشتاء طيب عرفنا كمان ان احنا عندنا دولة اسمها دولة سيرليون ودي موجودة في الاقليم الاستوائي طب الاقليم الاستوائي بيبقى حار وممطر طول العام ده عندهم حار طول السنة وعندهم المطرة طول السنة ده بدولة ملاوي عندناك دولة ملاوي او ملاوي دي دولة يسودها مناخ مداري حار المناخ المداري الحار دي مواصفاته ايه؟ بيبقى دافئ وممطر بشكل عام في الصيف دافئ وممطر بشكل عام في الصيف وبيبقى جاف وبارد في الشتاء يبقى انا دلوقتي يا حبيبي ادرت اقارن او اوصف مناخ مصر مقارنة بمناخ كارة افريقيا تعالوا نشوف مع بعض حدد اي من الجمل الاتية يصف الطقس وايها يصف المناخ هنفكر في كل جملة ونجاوب عليها رقم واحد فيها الاسبوع القادم نتوقع سقوط امطار غزيرة تعالوا نشوف الجملة الاول الاسبوع القادم هنا الفترة دي هل هي فترة طويلة ولا قصيرة؟ تمام دي فترة قصيرة يا مستر يوم او اسبوع او شهر احنا هنا بنتكلم عن شبطار يا حبيبي ده طقس يبقى دي بتوصف حالة طقس رقم اتنين غالبا ما يكون فصل الصيف جافا وحار في مصر فصل الصيف لما نتكلم عن فصل او عن سنة يبقى انا بتكلم عن شبطار بتكلم عن المناخ ليه المناخ يا مستر لان دي فترة زمنية طويلة فترة زمنية طويلة رقم ثلاثة كان الشهر الماضي باردا على غير عادته من كل سنة احنا هنا بنتكلم عن شهر طيب هو الشهر ده فترة زمنية طويلة ولا قصيرة؟ تمام يا حبيبي دي فترة زمنية قصيرة يبقى هنا بتكلم عن الطقس لان الطقس بيوصف لي يوم او اسبوع او شهر نبدأ طقس رقم اربعة يعتمد عليه المصريون في تحديد نوع المحاصيل الزراعية اللي بيحدد لنوع المحاصيل الزراعية احنا عارفين يا حبيبي ان احنا عندنا في مصر محاصيل بنزراعها في الصيف ومحاصيل بنزراعها في الشتاء وان المحاصيل الزراعية بتقعد فترات زمنية طويلة من ثلاثة الاربع او خمس شهور طيب لما يكون فصل او بيقعد ثلاث شهور او اربع شهور هل هي دي فترة زمنية قصيرة ولا طويلة تمام دي فترة زمنية طويلة انا بتكلم عن فصل مفصول السنة محاصيل شتوية ومحاصيل صيفية يبقى ايزا هنا بوصف مناخ رقم خمسة السماء اليوم صافية مع درجات حرارة عالية انا بوصف حالة الجو اليوم بقول السماء صافية وفيه درجات حرارة عالية انا لما اتكلم عن يوم يبقى دي فترة زمنية شطار قصيرة فترة زمنية قصيرة يبقى انا اتكلم هنا عن التاكس برافو عليكم يا حبيبي يبقى احنا في النشاط بتاعنا دا دلوقتي قدرنا نحدد او نوصف ونعرف الجمل اللي تقدر توصف للتاكس وايها يصف المناخ كل اللي يتكلم عن فترات زمنية قصيرة يبقى دا بيتكلم عن التاكس اللي يتكلم عن فترات زمنية طويلة يبقى دا بيوصف ليه المناخ تمام يا حبيبي؟ تمام طيب يا ترى ايه هي ادوات قياس عناصر التاكس ايه هي عناصر التاكس عشان نعرف الادوات اللي هقصها انا عندي مجموعة من عناصر للتاكس انا لما جيت اتكلم عن تعريف التاكس والمناخ قلته هو وصف حالة الجو من حيثه اللي جايين دولهم عناصر بقى التاكس درجات الحرارة والرياح والامطار يبقى انا عندي من عناصر التاكس تلاتة درجات الحرارة والرياح والامطار تعالوا نعرف ايه هي الادوات اللي ممكن ايس بيها عناصر التاكس اول هذه الادوات اللي هيقيس بيها درجات الحرارة لو عايزة ايس درجات الحرارة هستخدم ايه انا سامع ناس معي وبتقولوا بتجاوب بنقول هنستخدم الترمومتر او ده كمان اللي في الصورة اسمه الترمومتر وممكن يكون اسمه ميزان الحرارة يبقى ده اسمه ميزان الحرارة او اسمه الترمومتر يبقى لقياس درجات الحرارة نستخدم الترمومتر طيب تاني عنصار لو عايزة إيس كمية المطر عندنا أمطار سقطت وعايزة أعرف كمية المطر اللي نزلت يبقى أنا هيبقى عندي مقياس اسمه شطار اسمه مقياس المطر وقادي شكله قدامنا في الصورة ونعرف شكل الصورة يا حبيبي ونميز الصور من بعضها لأنه ممكن يجيلي في السؤال يجيب ليه صورة والسؤال يكون على صورة فأنا أركز كويس يبقى اللي قدامي في الصورة التانية ده ده مقياس المطر لكن ده اسمه ميزان الحرارة أو الترمومتر ده بيستخدم لقياس درجات الحرارة لكن التاني بيستخدم لمقياس أو لقياس كمية المطر يبقى أنا عندي عنصرين كده من عناصر الطاكس درجات الحرارة وكمية المطر لسه بقي عنصر كمان العنصر التالت هو الرياح طيب لقياس سرعة الرياح أنا عايز أقياس السرعة أقياسها بإيه؟ قالك عشان تقياس سرعة الرياح بتستخدم جهاز اسمه الأنيمومتر هو اللي قدامنا ده يا حبيبي الجهاز ده اسمه الأنيمومتر الأنيمومتر ده بيقياس سرعة الرياح طيب أنا عايز أعرف اتجاه الرياح. يا طرى هي جاية اتجاه الشمال ولا اتجاه الشرق او اتجاه الغرب او اتجاه الجنوب عشان اعرف اتجاه بتاع الرياح دي. تحددها ازاي? قالك انت ممكن تقيس اتجاه الرياح او تحدد اتجاه الرياح عن طريق اداتين. الاداة الاولى اسمها دوارة الرياح ودي بتحدد لي الاتجاه. بتاع الرياح. وكمان جورب الرياح. صورة اللي عاملة زي الجورب دي دي بتحدد لي برضو اتجاه الرياح يبقى انا عرفت كده ادوات قياس عناصر الطاكس وهي عناصر الطاكس درجات الحرارة باستخدم لها ميزان الحرارة او الترمومتر جمية المطر باستخدم لها من قياس المطر الرياح عندي كزا قياس للرياح لو عايز اعرف سرعة الرياح بقيس بجهاز اسمه الانيمومتر لو عايز اعرف اتجاه الرياح باستخدم دوارة الرياح او جورب الرياح ابقى انا عرفت دلوقتي ايه ادوات قياس عناصر الطاكس طيب يا ترى لو سألتك ايه دور التكنولوجيا في قياس عناصر الطاكس لو سألتك عن حالة الجو دلوقتي قلت لك تقدر تقول لي وصف حالة الطاكس اليوم هتعمل زي ما شفنا في اول ما بدأنا فقرة لنتفاعل معا او لنتعلم قلنا ان انا عشان اعرف درجات الحرارة بسيطة خالص بامسك الموبايل عندي في البيت اخش على الكمبيوتر والانترنت واكتب حالة الطاكس ممكن كمان اسمع النشرة الجوية زي ما عملنا فقرة النشرة الجوية مع بعض يبقى دي طرق اعرف منها عناصر او قياس عناصر الطاكس طيب الطرق دي بتستخدم ايه هلك دي بتستخدم وسائل تكنولوجية تبتعلوا نعرف ازاي بتجيلنا القياسات بتاعة عناصر الطاكس بتجيلنا على مجموعة من المراحل اول هذه المراحل هي الاقمار الصناعية اذا احنا جتلينا شغلنا للاقمار الصناعية كمان غير انه بيلتقط الصور الفضائية ايوة هو بيلتقط الصور الفضائية وبيدينا معلومات بيوصلها لنا للارض شغلانة الاقمار الصناعية المعلومات دي بتوصل لمحطات الارصاد الجوية بتاخد البيانات والمعلومات اللي بتبعتها الاقمار الصناعية وتبدأ ترسلها او تعملها لنا زي النشرة الجوية اللي بنستمعها في التلفزيون او بنلقيها على الانترنت او على التطبيقات اللي معنا في التلفزيون كمان رقم ثلاثة بقى اللي احنا لسه ايلينا عليها برامج الهاتف المحمول ان احنا عندنا برامج كتيرة وتطبيقات كتيرة نقدر نستخدمها لمعرفة حالة الجو او معرفة عناصر الطاقس في اليوم اللي احنا فيه طيب تعالوا نشوف كل جزء من دول او كل عنصر من التلاتة اللي قدامنا ايه وظيفته بالتحديد اولا الاقمار الصناعية هناك اقمار صناعية خاصة بالطاقس يبقى شغلانتها انها تعرف لنا حالة الطاقس بتدور حول كوكب الارض بتستخدم في جمع بيانات دقيقة عن عناصر الطاقس احنا قلنا عناصر الطاقس درجات الحرارة والرياح والامطار طيب المعلومات والبيانات الدقيقة دي بتروح فين بتروح لمحطات الارصاد الجوي فيها ايه محطات الارصاد الجوية يقوم الخبراء اللي موجودين بجمع البيانات وتحللها باستخدام الكمبيوتر وبيتوقعوا الاحوال الجوية في المستقبل القريب احنا قلنا انها فترة زمنية قصيرة حالة الطاقس وبيتم تم تنسيل البيانات دي على خرائط الطاقس مثل درجة الحرارة العظمى والصغرى في المدن زي ما اقتصر قدامنا قد كده جايب لنا درجات الحرارة وحالة الجو في الصور كمان بيجي دور بقى برامج الهاتف المحمول ان انا ممكن باستخدام الموبايل بتاعي او بتاع حد عندي في البيت اعرف حالة الطاقس عن طريق تحميل احد البرامج او التطبيقات الخاصة بالطاقس على التليفون المحمول وده بيحدد لحالة الطاقس بالرسوم المتحركة والخرائط التفاعلية زي الصورة الجاملة اللي قدامنا دي بتجيب لنا الوقت وجايب لنا درجات الحرارة وهل فيه امطار ولا لا او هل فيه رياح ولا لا او سرعة الرياح اديه كل دي حاجات بتعرف عليها من خلال تطبيقات او برامج الهاتف المحمول يبقى انا دلوقتي اتعرفت على دور التكنولوجيا في قياس درجات الحرارة نكملين فيه بعض الانشطة اللي بتستفيد من خدمات الارصاد الجوية يا ترى ايه هي الانشطة اللي ممكن تستفيد من خدمات الارصاد الجوية نتعرف عليهم مع بعض اول حاجة نشاط صيد الاسماك الصيادين والمناطق اللي موجودة بجوار البحار زي البحر الاحمر والبحر المتوسط على طول بيهتموا بدراسة او معرفة الارصاد او حالة الجو عشان يعرفوا هل فيه امطار ولا لا او سرعة الرياح قد ايه وهل الجو مناسب لعملية الصيد ولا لا تاني نشاط هو نشاط الزراعة زي ما عرفنا من شوية وقلنا ان احنا بندرس حالة الطاقس والمناخ لتحديد نوع المحاصيل الزراعية هل المحاصيل بتاعتي بتناسبها درجات الحرارة الموجودة ولا لا هل هي محاصيل شتوية ولا محاصيل صيفية كمان الاتصالات وبيحددوا بيها الاماكن المناسبة لوضع ابراج الاتصالات النقل والمواصلات لتحديد الطرق المناسبة او السرعات المناسبة للسفر على الطرق بكل انواعها سواء كان نقل بري او بحري او جوي هل الجو مناسب ولا لا هل فيه رياح او مفيش هل فيه امطار او لا الجو مناسب للسفر او غير مناسب كمان نشاط السياحي السياح بيدرسوا حالة التقس باستمرار علشان يبدأوا يحددوا زي ما احنا قلنا القرارات اليومية بتاعتهم بتحديد نوع الملابس او كمان بيحددوا ضمان او يحاول يعرفوا ضمانا لسلامة السفر بتاعتهم من الانشطة كمان هو نشاط الصناعة عشان ابدأ احدد هل درجات الحرارة اللي انا هبني فيها المصنع او المنطقة اللي هبني فيها المصنع بتاعي او هشغل فيها الصناعة بتاعتي دي هل تتناسب معها درجات الحرارة الموجودة ولا لا او عناصر المناخ او الطاقس اللي موجودة ولا لا يبقى انا عرفت مجموعة من الانشطة بتستفيد من خدمات الارصاد الجوية قلنا رقم واحد صيد الاسماك او الزراعة والاتصالات الصناعة والسياحة وكمان النقل والمواصلات يبا احنا عرفنا الانشطة اللي بتستفيد من خدمات الارصاد الجوية تعالوا الراجع مع بعض حدد اوجه التشابه والاختلاف بين الطاقس والمناخ لما يجينا التشابه والاختلاف بين الطاقس والمناخ عارفين مع بعض يا يا حبابي بنرسم الجدول ده بنحط الطاقس في عمود من الجدول والمناخ في عمود وعندنا طبعا الوجه المقارنة بتاعنا هكتب فيه اوجه التشابه وتحتها هكتب اوجه الاختلاف اوجه التشابه بين الطاقس والمناخ شطار ده انتو كلكم شطار كلنا قلنا مع بعض ان الطاقس والمناخ كلا هما يصف حالة الجو من حيث الحرارة والرياح والامطار يصف حالة الجو من حيث الحرارة والرياح والامطار طيب يطر ايه الاختلاف احنا عرفنا كده التشابه الاختلاف شطار الاختلاف يا مصطر في الفترة الزمنية ان الطاقس بيصف حالة الجو من حيث الحرارة والرياح والامطار في فترة زمنية قصيرة يوم او اسبوع او شهر لكن المناخ تمام فترة زمنية طويلة بيصف حالة الجو من حيث الحرارة والرياح والامطار في فترة زمنية طويلة ممكن تكون فصلة او سنة. تعالوا نشوف الانشطة دي يا حبيبي من الكتاب المدرسي. الصور الاتية تستخدم لجمع المعلومات عن الطاقس. حدد اي نوع من عناصر الطاقس تستخدم هذه الادوات. اول صورة دي بنستخدمها في ايه? رضي عليكم كلنا قلنا ده الترمومتر او ميزان الحرارة. وده بيستخدم فيه قياس درجات الحرارة شطار. قياس درجات الحرارة. طيب الصورة التانية. الصورة التانية. تمام ديش صورة بتاعة مقياس المطر. ده اداة لقياس كمية الامطار. مقياس المطر بيستخدم لقياس كمية الامطار. الصورة التالتة. كلنا عرفناها على طول ده الجورة باسمه جورة بالرياح وجورة بالرياح ده بيستخدم فيه تحديد اتجاه الرياح يبقى انا قدرت اعرف ادوات او الادوات اللي بستخدمها لقياس عناصر الطاقس وان عناصر الطاقس تلاتة درجات الحرارة بستخدم لها ميزان الحرارة المطر بستخدم له مقياس المطر الرياح بستخدم لها اكتر من اداة لقياس السرع بستخدم جهاز اسمه الانيمومتر لتحديد الاتجاه باستخدم يا اما دوارة الرياح يا اما جورب الرياح. طبعا ملخص درسنا النهاردة يا حبيبي احنا عرفنا الفرق او المقصود بالتاكس والمناخ وقلنا ان الاثنين هو وصف حالة الجو الفترة زمنية ومن حيث الحرارة والرياح والامطار ان التاكس فترة زمنية قصيرة يوم او اسبوع او شهر. المناخ فترة زمنية طويلة اللي هي فصل او سنة. تاني عنصر اتكلمنا عليه هو وصف مناخ مصر مقارنة بكارة افريقيا وعرفنا ان مصر موجودة في الاقليم الصحراوي الحار او الجاف. وده اللي بيتماز بارتفاع درجة الحرارة او بيبقى حار جاف في فصل الصيف معتدل ممتر قليلا في فصل الشتاء. وكرناه ببعض الدول زي دولة السيرليون اللي موجودة في الاقليم الاستوائي وده اللي بيتميز بينه حار ممتر طوال العام. وكمان قررناها مصر بدولة ملاوي واللي موجودة في المداري الحار او الاقليم المداري الحار. وده اللي عكس الاقليم الصحراوي. كمان اتكلمنا عن ادوات قياس عناصر الطاكس واللي كان عليها النشاط السابق. وقلنا ان احنا عندنا عناصر الطاكس تلاتة. درجات الحرارة بستخدم لها الترمومتر او ميزان الحرارة. الامطار بستخدم لها جهاز او مقياس اسمه مقياس المطر. الرياح بستخدم لها عدة اجهزة وعدة ادوات لقياص سرعة الرياح الانيمومتر. لقياس او معرفة اتجاه الرياح بستخدم دوارة الرياح او جورب الرياح. كمان عرفنا دور التكنولوجيا في قياس عناصر الطاكس وعرفنا دور التكنولوجيا في الاكمار الصناعية ومحطات الارصاد الجوية. وكمان البرامج والتطبيقات اللي على الهاتف المحمون. واخيرا عرفنا الانشطة اللي بتستفيد من الارصاد الجوية وكان فيها العديد من الانشطة زي الزراعة الصناعة والنشاط السياحي وكمان النقل والمواصلات والاتصالات كانت انشطة كتير بتستفيد من خدمات الارصاد الجوية. تعالوا نشوف. نراجع كمان سؤال. ضع صح امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة. نشوف مع بعض. رقم واحد. كارت افريقيا. يسود جميع اجزائها المناخ المداري الحار فقط. كل كارت افريقيا المناخ اللي فيها مداري حار فقط. لا طبعا غلط يا مستر. احنا قلنا ان احنا عندنا في مصر كمان الاكليم الصحراوي. وفيه اكليم البحر المتوسط. وفيه الاكليم الاستوائي. وفيه المداري الحار في اكتر من اكليم مناخي في افريقيا. يبقى العبارة خطأ. رقم اتنين. معرفة المناخ السائد. تساعدنا في اتخاذ قراراتنا اليومية. عشان اخذ قراراتي اليومية لازم اعرف المناخ. هل العبارة صحيحة? لا طبعا العبارة هنا خطأ. انا بحدد قراراتي اليومية بناء على دراسة الطاكس. لان اليوم هو فترة زمنية قصيرة. فلازم ادرس الطاكس. ورقم ثلاثة. دوارة الرياح تستخدم لتحديد اتجاه الرياح. والعبارة هنا تمام صحيحة. اربعة. مناخ مصر يتصف بانه مناخ مداري ممتر. هل مناخ مصر مداري ممتر? لا طبعا العبارة هنا خطأ. ده احنا المناخ عندنا صحراوي جاف او حار. رقم ستة. النقل البحري يستفيد من خدمات الارصاد الجوية. احنا قلنا انه كل النقل بيستفيد من خدمات الارصاد الجوية او انشطة كتير بتستفيد من خدمات الارصاد الجوية. هنا العبارة صحيحة. مكملين مع فقرة لنراجع. اكمل العبارات الاتية بما يناسبها من كلمات. السؤال الاول. معظم الاراضي المصرية يسودها المناخ. اعرفنا ان مصر موجودة في الاقليم ايه? شطار الاقليم الصحراوي الجاف او الحار. رقم اتنين. يمكننا تحديد اتجاه الرياح باستخدام? تمام يا اما استخدم دوارة الرياح يا اما استخدم جورة بالرياح. ثلاثة. الامطار تسقط على مصر في فصل. احنا عندنا الامطار في فصل. شطار يا حبابي في فصل الشتاء. اربعة. الطاقس والمناخ كلاهما يصف حالة نقط. الطاقس والمناخ كلاهما يصف حالة التشابه بناتهم كان بيصف? حالة الجو الفترة الزمنية من حيث الحرارة والرياح والامطار. لفترة زمنية. حالة الجو. الترمومتر يستخدم فيه قياس درجات? تمام? قلنا الترمومتر هيئيس درجات? شطار يا حبابي هيئس درجات? الحرارة. طبعا في اخر الدرس هنرجع على اهدافنا كمان ونشوف يا ترى احنا حققنا ايه من الاهداف بتاعتنا? ونعلم على مستوى تحقيق هذه الاهداف? اتمنى نكون استفدنا مع بعض بدرسنا يا حبيبي. وكل واحد فينا هيقدر يوصف الطاقس فيه المحافظة بتاعته خلال فترة زمنية. هتلاقي نشاط ده موجودة عندك فيه انشطة الكتاب المدرسي. اتمنى ان انتو تحلوها انشطة مفيدة جدا. كان معاكم مستر رماد عيد احمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.